الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه عدل الوفاء رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رمات مرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا الموضوع المهم والشائك هذا الموضوع الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه وأن يسر أمرنا لابد لابد أن نحاول أن نوصل هذه المواضيع التي هي محط إشكال ومحط خلاف ومحط نظر بين مجموعة من المخالفين لدين الإسلام وهو الخيانة الزوجية ما هي الأسباب التي تؤدي لها كيف تعالج ما هي الأسباب العامة ما هي الأسباب الخاصة ما هي الأسباب التي تجعل من هذه الظاهرة ظاهرة وصراطان متفشي للأسف في مجتمعات الإسلام ويخرج هذا ويجاهر بالمعصية ويقول زوجي دمر حياتي بعد أن خانني وهذه التي تخرج وتقول زوجي سلام عياء وماذا حلوة أنا صبر عليه وهو تخني هذا الموضوع مهم جدا لذلك أنا أريد أن تكون بزاف لكي أهموا الأمر ولم تهموا الأمر هذا الموضوع لكي يستفيدوا بزاف وخصوصا خصوصا خصوصا الأزواج وخصوصا إذا كنت مقدم على الزواج أو تفكر في الزواج ستعرف ما هي الأسباب الخيانة الزوجية التي ترث في المجتمعات ما هي الأسباب وما هي ظاهرة جديدة ولا ظاهرة قديمة هذا الموضوع مهم جدا ومثل هذه المواضيع التي نقشوها من جهة الإسلامية ومن جهة الدراسات ومن جهة الاجتماعية هي المواضيع التي تجعلها الدين هذا يتبت في القلب إذا كان لديك شيء دين وكتيك تهتم به أما دوز دعونا نقلب على شيء فيها الشو دوز شوفوا دوز شوفوا طير دوز من هنا دوز من هنا هذا لن تتعلم منه شيئا أبدا وغا تبقى كيف ما نتايا الآن minimum يدخل يسقط أذهب ومن توقع في המשكلة لم يتعرف فاستطيع تمت تكلم على مشابта لكي تأن品 يفكر أما غافل لماذا؟ حيث لا عدد كيفية عالج ад هذه سابق ما تعالج هذه باست gedaan لم تعالج هذه الزائكة تكون الناس توقع في الخيانة ولا يعني till زوجته وتوقع عدم المشكل مع أمته ولا يعني وكيف على مرأ sixty وفي زيادة العيالات توقع في مشكلة في حال هذا تنتحر وتبلاك وتخلي ولاده وتهرب لا يعرفون شنو يديره ولهذا السبب نحن لا نخليه الأفلام يقولون شنو نديره لا نخليه المثلسة اللي مبنية على الخيانة الزوجية هي تعلم عيالتنا وتعلم والدينا وتعلم أخوتنا شنو يديره إذا وقعوا في الخيانة الزوجية أشنو خصوك تدير إذا وقعتين في الخيانة الزوجية أعباد الله المسلمين المؤمنين اللي يشاهدوا أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله هذا الخيطاب يهمكم بشكل كبير هذا الخيطاب أهم من أي شيء يقدر يقع في حياتك لأن الخيانة الزوجية دمار في الدنيا ودمار في مستقبلي الدنيا ودمار في الآخرة ما حمله واحد نفلس؟ السبب دياله با حصل الموكة تخونه ولمو حصلت با هاتي يخونها أوقعات شي تقدم عينهم فبقات العقدم صاحبه مع حياته كاملة وقال أنا ما عندي من دي القعبة الدنيا كاملة ما حمله واحد نعقد بهذا السبب هذا لذلك كنا نجتمعه لكي نعرفه ما هو المشكل وكيف نحلله الخيانة الزوجية لها أسباب عامة ولها أسباب خاصة نبدأ بالأسباب العامة التي تؤدي الخيانة الزوجية وهذه الأسباب التي نذكرها ما هي السبب تجعلك تبرر الخيانة الزوجية الله يهديك والله يهديك تنتهي خيانة الزوجين لا ندرس فيها مع المرأة بوحدة ولا ندرس فيها مع الراجل بوحده لا ندرس فيها معهم بجوج بجوجهم يشتركوا في هذا لذلك نخطبه المرأة كان نخطبه للراجل لأن الراجل كان بزرد أسباب الخيانة وكان بزرد الواقع الذي كان السبب فيها هو الراجل الذي لم يعيش المشاعر للمرأة وكان مع الطفل وكان مع الطفل ودعب بتهج High فهذه الخيانة نصائح聲 ونصائح هي الخيانة نصائح هي الرقاصات هذه المنصائح الخليلات هذه المنصائح الفاثيقات ومثلثات هذه المنصائح الأفلام وبأو طليلاخ الذين تبعون في غير فكرة وذين ان اذن تذكرون اتركوا مرتين ويقوموا بلوكين هذه الهضراء هذه المثريات والحماق هذه الهضراء في حياة اجتماعية في حياة مؤثرية تقلب عليهم لا تجد أصلا مسلمين لا تجدوا شيء قاعدة يرشعون لها لذلك نحن نقشو هذه الأسباب لكي لا نقوم بالجال وتدلوا على الخير كفاء إليه الله يهديكم يا شباب الإسلام لا تجد أحد موعدة ولكن الأمر مهم ستوقع فيه لا تقوم بها وموك أو أختك إنسان غير معصوم لا تجد أكثر من يدورها لكي يستخدم أنك ستترك إذا تتركي معنا إذا تريد أن تعرف تأتي لكي لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي لا يحبوني نفسي تركي هذا الموضوع إن شاء الله ولكن أشرب ليمن من أن تضيعك تكتب لي في كومنتر شرب لي من هناك شرب لي من وديرها السيلفي وهي تشوف في هناك و تعكس لي الصورة و عندما تقول لي أرى أدل عشاء تبع معنا الموضوع أرى ما شيخنا يا دعماية ما تهمت هذا و احد تسمى تسمى التاشيخ و تسمى أستاذ و متبعه و تقول له شرب لي من دعماية أبجادية الإسلام نتعلمها هو بقى فغير تعلم خصوية شرب لي من كل يمينك و كل مما يالك و تعلم عدم تأخر الصلاة على وقتها أجد إليك هكذا فغير حتى يتحقون له هكذا فغير حتى يتحقون له للمعالية أمور و لا نعلم محاطة لأن المراتب وهي من أبجادية الإسلام لا تستطيعون أن يقول الأساس من أبجادية الإسلام لا نعرف بشربه هذا الأساس يتحقون بأحد الساهم و قالوا لا استطيع فلا يوجد إليه فاق komunس dir فغير حتى يتحقون له الأسباب العامة للخيانة الزوجية أولا الخيانة العاطفية كانت تلقى واحدة تتبغي شي واحد وهي مزوجة من زوجات لا تستطيع أن تنساها باقي تفكر فيها من الأسباب الخيانة الزوجية أنت يعيشها مع الزوج ولكن الأمور القديم لا تستطيع أنت عايش مع مراتك ولكن جامل ننسى لسوذنير مراتك لا تستطيع أن تكون صاحبتي لا تستطيع أن نساها باقي قلبك يتحرك لها باقي قلبك يحليها هذه الأسباب الخيانة انت عايشها مع الزوجتي كنساها الماضي التوبة تجبهما قبلها أنا بديت حياة جديدة مستقبل جديد مع الزوجتي هل كنفكر في الحبيب دائري القديم هل كنفكر في الحبيبة دائري القديمة وإلا جانا يتفكر هذا وأقول أعوذ بالله من شطان رجيم اللهم بارك لي في زوجتي هذا هو الواجب علينا في هذا الباب إلا جال الشيطان يقال لك وفي ناية يامة معاد وفي ناية الشيطان وفي ناية يامة سامية ويامة فاطن الزارة ويامة أسماء ويامة إستمعاهم هذه الخيانة العاطفية التي توقع علينا رأيها مصيفة تهدم ماذا من الواحد يتعيش مع مراتهم يتبغي يدير معه الجمع الذي هو حق من الحقوق دياله وحق من الحقوق دياله كحط في المخيالة دياله صاحبته القديمة هذه تسمى خيانة عاطفية وانتي لك تجامعي زوج ديالك وحطها في الذكرة ديالك الذي لا يعرف أنك تتدين مع واحد صديق ولو هو الحقوق الخليل كنت اضعي قدام عينك وانتي لك جامعي زوج ديالك هذه ترعيش خيانة عاطفية هذا هو أول أسباب السبب الثاني الكاذب في العلاقة الزوجية الكاذب في العلاقة الزوجية تجيزين الرجل يديرك الفلوس دياله هذه هي خيانة فين كنت؟ أنا كنت هنا فين جاي؟ هنا جيت فين غادي؟ هنا جاي لماذا هذا التجاهل ولماذا هذا الإهمال هذا ولماذا الكاذب بين الزوجين اوه مشت بدراسة اوه مشت ويارا ما مشاش سيبانة ماذا يتزبكي اوه ولا عندي شيء هذه رأسة تسمى خيانة ما تكتب بيش عن الزوج ديالك والزوج ديالك مخصوش يكتب عليك المسألة الثالثة فارت عجوه الله يجيديكم باخير نحن لا نريد منكم جزاء ولا شكورة بغينا غير خير يوصل للناس استغلان نقاط الضعف عن الطرف الآخر مزوج في مراته عندها مشكل دعكم معنا مزوج في مراته عنده معها مشكل ها او هي عندها مشكل مثلا مثلا هذه المرأة عندها تتمتم يطلع وديك التمتمة مثلا ما تحسن ترتيب البيت يبيع هيرا ويطلع بالالقاب لا يمكن أن نسمي مراته هالعرجة هالعورة وهذه السمكة نسميها وهي مسميها راجلاتها هو أحبار الثانية هالحمق هالنقارجة هذي تاية من الأسباب الخيانة أعطين أنت تكون مرسي على الدكتاتورية الزرجية لا أنا كنا نبغيها هذه لا أنت ما تبغيش هذه وهالدكتاتورية هذه رغم من الأسباب التي تجعل المرأة تكره الراجل وخصوصا الدكتاتورية تكون في الراجل بعدها في المغرب تكون في الراجل مارسة على المرأة أهلا وما بعد طوفان ما عليك الضوء؟ أعطيني حقيقي ضبرا الراس كنتي ايها قاعدة يجعلك تشاي ولا قاعدة يجعلك تحقيقي تحقيقي الشهوى ديارك اللي يواجب عليها أن ينحقها لي ماشي شغولي دكتاتورية في الزواج وهذا مشكلة مشكلة كبير ما حامل المرأة تأتيك تقولك على حشم تشيخنا هدر معاه هدر يا أختي تقولك الراجل يريكي مارسة لها دكتاتورية كاسمة واحد للأخت تقولك دكتاتورية في الجماع دكتاتورية في الجماع هو تعرف بوزيسيو واحد أو تعرف طريقة واحدة كي يبقى حياته كلها وتي مارسة هذه المرأة تشغولك أنت يغبري الرات كثيرا ما يهمني هو هذه خانج عرقان لا يتم لي أي شيء على الإطلاق كأنها هذه جامات كأنها آلة يا أخي كما أوجب الله عليك هذا الحق وأوجبه عليك وأوجبه عليك وأوجبه عليك وأوجبه عليها حنا يما هذا شيء لم تتعولي حشومة وضرب هذا شيء هذا شيء قاما تتصوقونه هذا شيء لم يكن يسمونه به والزوجة لا تقول لنا عندي مشكلة معك في الفراش لا تسمعها منها لا تسمعها لا يوجد لها تعرف الراجلارك أنني في الفراش حتى تجي وتلقاهها خانتك ولا تجي وتلقاه خانها هذه الأسباب والسؤولية تتجوج وتتولد وتمسارة تقول لي تجي عند راجلها كما اتفق كما اتفق نبر رأسك يشوف الطويلة يشوف القصيرة يشوف العريضة يشوف هذه وعلى الأقل هي إلي واحد الجو على الأقل هي إلي الزوجة واهما تهتمي بالماكلة والشراب وأهم أمر عند الراجل ما تهتميش به إذا كان راجلك من هذا النوع لك يهمو هذا الأمر وإلا حل الإسلام رماجاج عندنا فقط بالشيء مع النكاح تقول هذا الملاحظة تقول هذا المساين قبوم وكتلقاه هو بالليل والنار يتفرج الإباحية والنار اللي كتهضر نتيجة على شرط للتزواج وكتهضر على هذه الأمور وهذه الحقة انتوا مع عقولكم في النكاح هل احنا اللي بصاحبين معا 18 و 2800 و 500 هل احنا اللي نديرين لهم بيطاسيون 700 ألف باقية هل احنا اللي نديرين جيم 700 ألف باش ديال الإباحية هل رأيت شيء معروف تقنشوفوه كنشوفو في الباش ديالكم يجي تسميها في يتيك شكاتون ظاهر عليك عاروها فلذلك يجي على المرأة تعتم بتفاصيل حياتها الزوجية التي تتعلق بالعلاقة الحاميمية ويجي عندنا تفصيل أيضا من الأسباب هذه الخيانة الزوجية اسمعين الله يرضي عليك إفشاء الأسرار إفشاء الأسرار في العلاقة الزوجية هذا لا تعد من الخيانة الزوجية إفشاء الأسرار بصحة الإسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة أشر الخلق منزلة يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى الرجل يفضي إلى مرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها تقل إمام نووي وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين مرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة من قول أفير ونحويه وقد أفضى بعضكم إلى بعضين وأخذنا منكم ميطاقا غاليظا رخنا رجول الدين ديالنا بسنا عارفوا كيف بسنا أطروا حياة الزوجية ديالنا في جميع تفاصيل ديالنا لا في الأسارية ولا في الحميمية ولا في العلاقات الزوجية ولا في تضبيط ولا في وضع إطار عام للعلاقة الزوجية في إطار الحقوق والوجيبات ما هو؟ يبقى العودة لصحابي على مرأتي؟ هذا هو حق زوجك أما شيء حق ديالك؟ أهو قدرت لك وقدرت معك وتكلمت معك هذا هو حقها لا يوجد سر ديالها احتمك شانتية لا تتعاودي لها أجريت عاودي لها من مكملة يسوق أشكي وقع بيلك وبين رجلين من أسرار؟ أهو بنتي عاودي لها شنو دار؟ هل عاودي لها شنو دار؟ قولي لها شنو كتبيرو؟ يوكي داستلويلة؟ والله ما كتمر قيل حاجة كتثوري بنتك تسؤال هذا وأنتي والله ما عندك العارب لكتعاودي بمكتشي هذا لا لا أستاذ رغي من الباب العياقة والفتيخار دعمتي يقولوا هذيك الهضراء وليل قديشي وحدة الشام ماريخة العلم ودينا فيها ملتزيمة تقولك رغي من باب التحدث بالنعمة ما تحدث بالنعمة تقولون لي هيو مراجليتي يموتوا عينوه في لحوت؟ ما تحدث بالنعمة تقولهم هيو مراجلي عينو خضراء وتحب النظراء؟ ولدقى توصتيف رجلك ومين يذيوها لك وصير يذيوها لك أكثر اعزائي وصير يتنقل خضراء وصير عاودي لهم اه راجلي عينو خضراء وتحب النظراء وتيموت على النظراء وماmpre يقولوا ليها وكذلك تبدأ شيء عادي من النخوة وعادي من الرجولة وعادي من الإحساس وعادي من غيرها تقصد أن تتخابفه يقعود على أمراته الله المستعد نحمقونا وش رائج الاجب يقعود على أمراته ويعود التفاصيل له وروحيته كيف تفهموه وكيف تجعلنا عادي دواعيره في المجتمع دياننا وبالله إن كانوا يقولون أن الناس الزمان تبدل سواب قالوا يقولون أن الناس الزمان تبدل السواب له السواب ورجعوا السواب له الزالين من طلعوا الحمير للملاعب الزمان قالوا السواب له السواب ورجع للهازلين تبدل السواب له السواب ورجع للهازلين من يطلعون الحمير للملاعب ماذا يدير منك تشوف الراجل المفروض من سيمة الرجولة الغيرة من سيمة الرجولة النخوة لا يعودش على مراته التي يعود عليها هذه قلة الغيرة هذه لا اولها المرأة ما تستخدمها وراجلة رجلها لا تستخدم العمية ماذا تم دربة نصفة للغيرة تستخدمهم سمع من أسباب خيال الرجل لك تستخدمونك تستخدم تخدميك تستخدمك لك وملاحظت على دموته ويقول له أنه ليس لديك المسمومة ليس لديك اللفعاء ليس لديك التعليقات لكي نرى إذا كان لديك شيئا بأخير ليس لديك اللفعاء ليس لديك القرطة في الدار وهذه هي هذه هي الأمات والأبعة يتعايرون في أزواج عبلائهم ما هو النظام الواسطة؟ الأم تتعاير الراجل ديالبنتها وللأم تتعاير المرأة الرجل ديالولدها وهذه هي ونتقرع يواصلنا عرق راعتو وخلعنا ونتقرع يواصلنا عرق وخلعنا وراء هي هذي دبالي ولاد من ولت الام تسب مرأة الولد ولت الام تسب راجل البنت ماذا هي؟ هذي راجل نقرع ونتقرع يواصلنا عرق راعتو وخلعنا هذا هو اللي نسلنا وبركتو ودخل الجامعة في بلغته أيضا من الأسلام المشتركة التي تشاركو فيها وتسبب الخيانة الانترنت وسمعني أنا أقول لك الانترنت وكتلقى المرأة يا فضل الله ومقهر يليف من الزرواطة ما كتعرف الكوع من البوع ما كتعرف ويلو في الدين ديالها يجيب لها تشيري فون هكيا يا حبيبة كتشد الآيفون ولا هوتها هواية كتشد الآيفون ولا كتشد السامسونج وكيدخل تتسارف جامع اللايفات وتتسارف جامع اللايفات وتقلب بلاد مرة جامعه أنا اللايف ديري فيه ثلثمية وربعين ما غايدخلوه لأعيب هذا الله ولكن اللايف اللي فيه عشراءالاف وخمستاش لالف وعشرين الالف وهو غايدخل لأعيب هذا الله أنا لنرى اللايف اللي فيه عشرين الالف أنا لن أعرف الحياة اللي كانت تعاني من هذا الشيء أرى كينين اللايفات ديال إعلاميين كبار في المغرب لا تفوتوا الآلف كتشد السفحة دياله فيها مئة مليون عفوان عشرات المليون خمسات المليون لا تفوت الالفين وقد تلقى واحدة واحد اللايف فيه عشرين الالف خمسين الالف مئة الالف ماهو فيه؟ نحن نرى قيصة نجي تعلم المرأة وصول الخيانة كيف تتعامل مع الزوج جلاله وانش المرأة تلقى هاجاتك تفرج بالليل وفي النهار الجابعة كادم الساهر قلت لي قلت لي هاو شريفة راكي مجوجة جابعة كادم الساهر قلت لي هاو شريفة قلت لي هاو شريفة على الشيطان ماذاك كادم الساهر وكادره قلت لي هل راحنين كي عجبني راها هدري يفحنين وكي رومانسي بالله يا عليك واشلم بsoft لي قلت لي هادره ادره ما غاية توش هواي غير ما غاية توش تهواي غير انت باش قايدير هوايا انتسى عشره وبالي يجبدي هاي ويقول لي هاو حاتهم الاسماء اللي كي نطلعونا بهم ويجبدا ويقول لي او اتت عجبني تحمق عليها تانعي ايه واشنو صرابك ايه وانو صرابك وراء هذه الفتاة والرقاصات التي تتبعوهم والذلك لله عز وجل أمرنا بيغد البصر أسمعي، لا أمرك أنت بغد البصر على المرأة أمرك تانتية، لا أدري فيها، لأنها لم تدخل في هذا الحادث ولم تدخل في هذا الآية هذه النبي عليه الصلاة والله عز وجل قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قلق يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم حيث لا تلقوا أبصارهم ستلقوا فروجهم أسمع العاية وفهمها كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم للك أذكالهم إن الله خبير بما يصنعهم ربي عارف عندك صحابك ما عارش وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظنا فروجهم انتوا إياه، ماذا هو بوحده؟ لا يجعلها تفرج لا يجعله تفرج أرى قالوا سيدنا الأولى عربط حمارك مع الحمير ستعلم الشيق ولا النهيق ولا خرجون الطريق دعني بنادم شراثه في ذكر الله يفات ماذا ستعلم لك؟ ماذا ستعلم لك؟ الشيطان هو الشيطان هو أنت ستقول لك وياه هذه وشوف دبا قيل أن أضجوش لأزواج عندك شي تشكاو عندك شي تشكاو من السنة تقول لها أجيب الراجل وأجي تنتيها شاركوا معنا الله يجزيكم باخر الله يرحمه يا ذرع معضيلة كبيرة يعيشون فيها بثبت الأزواج وتقدر تعيش فيها أنت أيها الشاب المقبل على الزواج فأخذك تعرف كيف تتعامل معها شاركوا معنا الله يجزيكم باخر شاركوا معنا الله يجزيكم باخر يستعلم عندك رجل ومراته كيف تشكاو لك؟ زوجة و الزوجة كيف تشكاو لك؟ السلام عليكم مالكم، كيف تشكاو بيناتكم؟ كيف تقول لها اللعنة دقيب السنوية ولا تخاسم سنوية ولا كذا أصلاً بيناتهم قلة الحياة كيف تشكاو أن شيء واحد يصبح أن ندوزون اخوالك ولا عمامك ولا عائلتك كيف تصبح أن ندوزم خمس سنين أو عشر سنين يوصلون لي وقت هذا لا تصبح عشارتين في الزواج النعار الذي يداب زووية تقول له ارضينا بالأم والأم ارضى بنا زيني خسارة فيك جلول تقول هلوكا زيني خسارة فيك جلول وماذا يقول لي وانت يدير في حال شي حبوبة إلا حكيتك يسير الدم وإلا خليتك يطلهم سيبدو يتعايره تقول لي اه انا اللي اعطيتك انا سري انا اللي اعطيتك لحمية من الطيفي الجنوي ينضوه تقول لولاده الشياء دمكم هادي عجلها قائن يريدنا بحاجة يأشغل تدهت رغبك تطلقها تأوزك ويا كنت شعر تقول لي وهيا دخلوكلي في الوث وقالت بقول لكي قردها وقالوا انا الزمان قاتوا انا الزمان قاتوا انا الزمان يجون في الطريق الفيران والاكون يكسب في الطريق كي تور قاتوا بنتهم منعد الشيطان قاتتوا اخليها ابنتي اخليه ستبعت ان تقلت وقصد يتعجران ليس حمام المتغرم ما تعطي معارش؟ من الأسلام удобياً العادة fewer شاركونوا الدكتور هذا الموضوع مهم جداً على الخير كفاه إليه إلي أنه لا يهمك ولئك على دي今日は همك الأوض ه学ك beaucoup كيف تختار الزوجين لما توقع معها في هذه المشاكل كيف تختاري ذلك الزوج لا يحبك بالعاطيفة تختاري وفق ضوابط شرعية والجماعية وفكرية ووجدانية وعاطفية وهذا سيأتي معنا لذلك شاركوا معنا هذا الناف من المشاكل أيضا من العادة الاجتماعية ومن الأخياء بالعادة الاجتماعية وخليهم يضحكوا وخليهم يضحكوا يقول لهم يضحكوا سير عومي أختي سير مرأة الرجل لم أكن أعلم أن أخي عومي على ما تجربت الشرع المسعة سلمة قال إياكم الدخول على النساء إياكم الدخول على النساء فجاء الرجل من الأنصار وقال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال له المسعة سلمة الحمو الموت أخي الزوج قال له الحمو الموت واسمعوا العلماء وما اسمعوا شدوك المساليين لك تلقاه هو مفارق المرأة ومساليين قبهم ومسطين ومسطين يقولون أنهم متزمتين أراه مشكلة مشكلة لأنهم أخذوا الدين لدينا من بزر الناس الذين هم متافئين ما عندهم لا علم لا فقه لا دين لأوله خذوا العلم العلماء ومسطين يقولون لك الحمو الموت أخني لا يدخل أريد الحمو الموت يا أخي لي أخي لي لا يوجد بقيت أطلقها بأطلقها أخوان ما فيه لا يشد الضرجة عنك يخ يعنيها لا يجد الضرور لا يستطيع درجة عنك يخبر الى البحر لا يجد الضجة يدوى يحمق ويسمع يكون معقله و هذا الحرام يدلقى يقول لي يا أمي انت شوفي مرة تحنجي مرة تخوية ايو انت شوفي مرة تخوك و انت بقي صغير وبقي باكت زوجتيش حتى قلت للمك شوفي مرة تحنجي مرة تخوية ولاد السعدية و يقول لي سعدي فيك سعاد في غياب اختار السعاد سعدي فيك سعاد سعدي فيك سعود كالسعدية تغزله في مرة تخطو انا لم أكن أردت تراكيش الله المستعن هذه حقائق كائنا عندما أورد هذا الحديث الحم والموت قال فمعناه ان الخوف من اخت الزوج اكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة منه اكثر لتمكنه من الوصول الى المرأة في الخلوة من غير ان ينكر عليه حيث اخوك لا تقول لي عندي فلذلك انت تكتردت البال مع الزوجة تقول اشوفي الاجخوي يقول له ما يشراجه يجيبوا معك والشي اللي كان في العيالة تحرائر لا تستلم على مساعد HTTP لا تستلم عليه السلام ايكم الشريف الآن صار Speak نحن نficيف فراسة ونقوم بحال الطريان ونقوم بحال أمريكان ونقوم بحال هؤلاء الحامو الموت وقال بيتحظلم لا يخلونا رجل بمرأة إلا ومعه ذوم حرام لا يخلونا رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان هذا ما أدرك كإن الأخ وما أدرك لك شعليها تكن اللي خدامي عنده سيكريتيرا مرات الراجل في وصلات الشركة ووراك تشرجوا الأفلام ما يوقع أما تقول لي اللا وحشو ما ها؟ ولا وهدي أنا بقي عاقل أنا بقي عاقل كنت بره المغرب وتلاقيت واحد سيد في الطائرة اسمته إسكندر أنا معاقل لا تسمي إسكندر هو مغني من بعد وحشت عليه اسمه مغني قال لي يا أنا مغني وحاولت الخدم لغناء والذي اللي ربتي به في 2014 إلى 2015 تلاقيته في الطيارة قال لي يا وكنت الحمد لله هذا النار قدر الله لي أن ألتقي بذلك المغني لأن ربي سبحانه وتعالي لديه أسباب ستركبت الدرجة الأولى وأركب حدايا فأسمعته قالت له هذا كانت عارفة نوية قال لي أن أرى مغني وقال لي يا مخلاوني وصوتي زوين قلت له علاج قال لي كنت مشهورة في لبنان وعندما قال لي اسمته إسكندر قال لي غنيت جمهورية قلبي غنيت على منتي جمهورية قلبي وقلت في مقطع نحن ما عندنا بنات تتغذل تشتغل أو شيء من هذا قال لي أنا في الأغنية ودارة شهرة كبيرة في لبنان وفي العالم العربي عارفت فيها أغنية جمهورية قلبي قال عارفت فيها أن أريد أن تخدم عند شيء غريب أو أن أريد أن تخرج للعمل أو أن أريد أن تخرج وليس مزوجة في العثمة لا تخرج الشناية تخدم عند شيء غريب ندير لها الشركة أنا وأتتحكم فيها أما تخدم عند شخص فإن تقوم بالخدر يجب أن يكون خلال قليلا يجب أن يكون تحكي ويجب أن تتحكي ويقول لي ما الذي يبقي هو يشوف بها ويقول لي ما الذي يبقي ويوم ويجب أن تغيير وماذا لم يكن هناك يجب أن يجب أن يكون مغتصب تفرجوا في المسلسلات والأفلام وتشوفوا بشي سالي هذا الخلوة لا تجود تقول لي لا يخلونا رجلهم بمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما وكما قال زيك المسرية قلت له أجي عندي الدار قال لي أراني خايف الشيطان ثالثهما أيضا من أسباب الخلوة الله يجهدك بخير تفرج فينا شاركة لايف هداك انت باقي صغير وما عندك غرص بخيانة الزوجية تعلم كيف تعمل مع الخيانة الزوجية من خلال هذا ما نقوله الآن ونشره من الأصدقاء ديالك لعل الله عز وجل يكسب لك الأجر أيضا من الأسباب الحديث المحرم النهار اللي يكونوا ناشطين يبدوا يهضره النهار اللي يكونوا ناشطين يبدوا يهضر في عبط الله اشتخونا هو الراجل يجعود له على صحابه وكان يضعيقه أشتخونا اشتخونا اشتخونا بنت مولاد الحمام اه ملا اشتخونا انت مولاد شو تقوله وليس يقوله و ليس يقول الأول حل راها من الأسباب الخيانة راها بحل كرمجة ننا بلكاخر زي ما راك على شتين مشكلة أيضا من الأسباب سؤختيار 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 الزوجه واسمعوني مزيال اللي يرضي عليكم من أسباب الخيانة سوء اختيار الزوجة وسوء اختيار الزوج تابعونا الله يجيديكم بخير وكتروه هذا اللي في هذا وماش نحن نبقى نعرق ونشوفه من هذا ما يتفاهمش سوء اختيار الزوج وسوء اختيار الزوجة من أسباب الخيانة الله عز وجل أوحاء إلى نبيه صلى الله يتلمى أنه قال عليه الصلاة والسلام الأرواح وجنود المجندة ما تعرف من افتفق وما تنكر من افتراء وانبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الرجل من وراءة ما يعجبه فليتزوجها أو ليخطبها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رأى ماشي تتشوفها فقط ترزينها رأى خسك تخطبها وتداركم وتهدر معها وتكلم معها وتهدر معها وتكلم معها يماشي تديها كل الاجئة نخرجوا وتديها البيت صاحبك وتهدري معها وتخرجي معها يماشي ياناك تقول الاجئة نطلقها ومشي وانا وياك نديروا وياك نديروا وياك يماشي هو هذا المقصود لماذا الشريعة حرمت الخروج الخطيب مع خطيبته لا يجوز لا يجوز أبدا وخيبشي معكم عمي سلامة لا يجوز لا يجوز لا يجوز أصلا ندير معكم بالمعقول لا يجوز لماذا؟ لأن هذا الأمر يحافظ على رغبة الزوج رغبة الخطيب تزوج بالخطيبة يضعف امتيحان إذا كان باقيها فعلان سيأتي أقرب وقت تزوج بها لماذا تقدم لي أنت وانت ما قادر تزوج بها ستقدروا واجهي تزوج شاركوا معنا الله فمن أسباب الأمهمة والأساسية والرئيسية هو اختيار الزوج والزوجة وتجيئ من تخطبها تجلس تعارف المساويات هذا هو المقصود الإسلام تعارف المساويات تحيد المساويات المساويات التي تجعلتك تكتيفها وعش بكشكلها في الدين تدموا كوباك وتقلسهم وتقلس المساويات تجعلتها 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 وأرواح جرود المجندة لا تعرفتها من الطبق ومثلا من الطبق كان المقصود من هذا أنها دراسة تقول في الأنتروبولوجيا تقول في دراسة الأنتروبولوجيا أنها تجعلتها 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 تطبيقها تطبيقها تظلتها تضعها تقلدها نعم تجعلتها 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 و quierenعطيك الحقوق ويخطي كيف تخط secret ؟ رعش بي كيف اكلي في الصورة؟ و قد منك تتعرف العقلية والركún و قد اعطيكها م recaدي و قد تعرف العقلية sir مع Ben Q ob ad a te شركوا هم سوف تقول هذه السيدة هي التي ستفهمني في حياتي وأنت تنقشف بزدق الأمور لا تنقشف بزدق الأمور لا تنقشف بجموعة الأمور يقول له أنا كان أبغي وكان أبغي هذه التي تتخاف الله عز وجل وكان أبغي وأنتم الأباء وأنتم الأمهات بععدهم من بناتكم بععدهم من أولادكم الذي يريد شيء وحدات تتطير معه هذا هو أختيار دياله أنا هو الذي ستعيش معه وانت الأب تلزم بنتك على تلحج عمار وانت تلحج جلالي لتكتر معه تجارة ديالك وانتكرة ماشي بقرة ستتضر بها الشنطاج لتترقف تجارة ديالك وانتكرة ماشي تزوج شهرين ثلاثة سترجع ليكتب من الدار وثير تلقات ماشي نتضر معها وانتكرة ماشي للتعليقات لا أرسع لاشي المهم الشاهدون عندنا الكائن أرواح جنود المجنادة تخطبها لتعرف نتويها لتتزوجوه تكونوا مفاهمين ماشي تزوجوه وتقول لأنا أطلال مانكم بغينتطلقوا عاش انا مانفاهمش معاه لا لا خليني انا كنا بغيغ انتجوج به شكتبغي فيه كتبغي فيه شعره وثلواله شكتبغي فيه فورما دياله واذا شكوشو غايبشي فجماله الوجه يفنه متلما تفن الظهور وجماله القلب يبقى وجماله الروح يبقى دائما عبر العشور يقولون لي لا يطيح بك الاحجرة هو ماشي مطور هذا الراجل ماشي مطور ستتأخذيه ولا انت سيارة ماشي مطور ستتأخذها ستتشوف العلاقة كيف ستنتوي هذه المرابيناتكم تشوف غير الفيزيك وتخلي الشيمي تشوف غير الفيزيك صحيح هذا لا هذه الأمور كلها سرعانا ما تزول سرعانا ما تزول الذي يبقى هو هذه الأرواح التي تكون تفاهمه لماذا انت عندك صديق في حياتك لا تتخلص عليه واخد يستبك واخد يعايرك كان واحد الكودات بينك وبينه لم تتلقى ترتاح معه مباشرة ولماذا انت ياه كان واحد الحجة حليمة في الحومة لم تتحمليها مع العلم لماذا؟ لم تتحملها لك لم تتحملها لم تتحملها اذا انت ماذا تخطب لكي لا توقع الخيانة الزوجية اختار السيدة المزيانة التي سوف تتحملها لا تتحملها الله يرضى عليكم أيضا من الأسباب التي تجعل الراجل يخون الزوجة على المرأة من تجعل الراجل يخون الزوجة ما هي الأسباب التي تجعل المرأة تشجع الراجل على الخيانة منها نصائح الحمقاء التي تقدمها بعض الأمات تقول لي تقدمها أنت تنسل تصغير أعطيك بكريدييات أريد أن يبقى معك تبقى لأولاد أريد أن يبقى معك دائما يدري له المشاكل أريد أن يبقى معك يدري له التفتيش تبقي له بكيه لها بنتي لا تتجاهد أيها بنتي سمعين يا أختي الله يجازك في الخير سمعيني الله يرضي عليك أصبري معي أختي لا تريد أن العشة يبقى مزيان ويبقى مجموع بغيك يتلقي حاطنا على وليداتك أنا رأيتها ندير فيلم ولموثل سلبش نروّج لواحد الظاهرة ونخليك تفرجي وتعجبينها بالظاهرة ونقول لك شوف يتلقي وثيري سنتيال الخالج وديري الفلوت في حالة الفنانات المحفونات فنانات معفونات كنت هضر معها تقول لك أنا اطلقتها حتى يتدخليها في ميداني العملي كنت يتقلب ميداني العملي ما تلقى فيه الغذ الزل لا سنقلب العملي اضغط على ناراتها تعتقد أحدهم في طايتيك وفي سيكون هناك في هوليود وفي سيكون هناك بيوميار وأنت أعرف أن البرميار أقل حاجة 17 ألف درهم سأريد half danseas من خمسأ ألف درهم في الليلة أعمال الفنية تحتاج الفلوس الوضع كنت تتبعوه هدوك أنا اطلقت لكي نرتاح تقول اه انا زوينا شوية انا نطلق وانا نمشي ندير عمية جميل ندير شوية ذا الرياضة ويعاود المخون قعتي اخواني انا غنطلقه قاع ومشي بداحيات جديدة وولدي يتربي لي يا امي وهذا كولدك من غي يكبره هو اول واحد يستمعك لها دادر وغي يتبرى من النقاع احنا كنشوفوهات الامر هذي في القيصاص وفي التاريخ وحتى في الحاضر فما تخليش هذيك المغنيات المبتلات وعارضة الازياء اللي دابا ولا مبتلات تخليهم هما يقودوا لك حياتك فهين اي ايام المبتلات اللي هما متقي الله عز وجل وبالعيالات دياله وبرجالاتهم وبالازواج دياله دابا ولا مبتلات يقلبوه على تمثيل ديال الجسد فقط وتعطيك واحد الصورة دي لانك انتية كمرأة الراجل ماشي ولا يخلقك والراجل مازي خنقش الراجل في عاونك باش تعيش يززوج عند نابل اسلام كتيري تكفي الدو باش انت تحقي اهدافك الاخروية ويحق اهداف الاخروية وكل واحد طريقه وعين ذلك الشواكت قد تبرطنا احنا قد نحيدوها بالحلال ونكملوا المسيرة ديالنا انا طبيبا انا نكمل قرايتي انا مهندس نكمل قرايتي اذا ما عنديش اليال مجهد الحب اللي غيضي عليها حياتي هذا هو الزوج عدف الاسلام وانك انش يريدت الملدهم ونطلعوهم بنفس الاهدف اللي احنا بغينا لكتوافق الاسلام انا ماشي الزوج هو الخلقة اذا انتو ما يتزوج شو زوج الخلقة ارقاء من العيالات كاملة عيالات المجتمع المغربي كامل عايشين بااخر ما كنش زوج الخلقة بالعكس المران المغربية ستان كوكبلو كما سيقولون عليها الحبل الازرق نيمة تقطعه جقاع المران المغربية هي سر توفيق الرجل المغربي الحمد لله المران المغربية هي اللي عاولة الرجل المران المغربية هي اللي توقف جنب الراجل في menteAA Zhang bornage المران المغربية هي اللي تدخل القبani للتخلق الراجل يجيب هي للخدامها المران المغربية هي اللي تُقيف زوجة الأصحير وتتعاون عن د Blindーレا لdrاب العادر الأصحير وتعاونين وقفهم به الراجل و perspect� الحراصي تكون هنا اصلاح للذوء مغنية قابلة الشهات مغنية القربت للنزوات مغنية تتعره وتشوفوا الفورهمة Creed market مغني فيت drin ماريونت باد daba tule يمع اiox Biya ونجو نعطيه ايها يا ا произошت احلامي الساحف التلفاز هذيان الإge ليس له يعني سيكون عن محصول علي إيسا يفعل الي الي ت liked quote تعلمي يا أختي تعلمي من دين ديالك ما تختيش الدين ديالك من التلفاز او اللهяни 하게 عليك ما تخليش من الانترنت لا يرج عليه ما تلي تقضى او تم ت magazine الطرف هو تم نعم أيضا المرأة يهضر معها الراجل لا تسمع لها تتغاضع عن الموضوع ويقعها مشاكل في الحياة لا تقعها تسوق لها تخطب عليه في العشر أيام، الخمس أيام، ستمقل على أي مرأة باتت وزوجها غضبان عليها إلا ولا علتها زوجاته من الحور العين إلا كلم الصالحين أما هو لا كلم الصالحين هذا لا يتعب بأحد لكن الحقوق لها أن المرأة لا تخضب على الراجل لها كاملة ترجع عليها وكذلك الراجل لا يخضب على زوجته من أجل أسباب سافيها تقلب إياه على المشاكل تقلب على المشاكل مرأة مغنانة مرأة مغنانة أمريكا يسمى طوميسون أو طوميسون تقلب الدراسة على أسباب خيانة الزوجية يقل عاطفة كي يكون المشاكل العشرة تقول لي باردة المرأة أمريكا تقشت سوق الراجل تقول لأنا كنربيك أولادك ونقرر يقول له علاهما ماشي أولادك أختي علاهما بالله عليك ماشي أولادك ها ماشي أولادك هذوك لا أريد شي نفهم لا أريد شي نفهم لا أريد أن تدري ما أجيك الزوجة تقشت عن طليل ما أريد اختفاء الرومانسية وصافر إحنا كبرنا كيف كبرنا أنا أخي تكون عندك سبعين عام يقولك الراجل أجيل في راجل الزوجية تمشي أخي تكون عندك مئة عام وذلك المرأة كانت لديك حق يتعطي لها وأخي تكون عندها ثمانين عام أنا أخي أسحاب لك أنت تحمق أو مستطيل أنا ماشي هلا يبقى نخبي ونضرق الشمس بالغربال رأي أحاسيس ومشاعر تكون عند الرجل وتكون عند المرأة أليس أنتم يا بي خير بعد ذلك يقول لكم أحشوف هاتبع قلومة في النكاة وهذاك الفرنسي أو إيطالي والقاوري التي يشد فيها وهي عندها ثمانين عام تشرف فيها وهي تسعين عام تشرف فيها كما قال الشيخ عبد الرحمن المرأة قال لكم الرجل كان عندهم مئة عام وخصهم مرأة عندها ثمانين عام يخصهم تجوجهم قالوا لهم أنهم سوف يحتلعها رأسه تحلوا له سوف يحتلعها رأسه سوف يحتلعها رأسه سوف يحتلعها رأسه تحلوا له يا أخي لماذا نحن نقعد الرومانسية تختافي ونحن نشع في المغرب أولا حشم الحاج لماذا نكبرنا لماذا كبيرنا هذا من ممين المحبة العلاقات الحميمية في بعض الدراسات الألمانية قالوا العلاقة المتحدة وثيلة لصوطيت المحبة وإخيائها من جديد إحترنت 50 عام تجعلها 50 عام أعلم خمسين عام كنا بقى شابة بقى صغيرة وقد ندك وندردك الرجل المقشي الدافية عنده سبعين عام العادات والمجتمع دائما كيف يملك إلينا بعض الأحيام كي حيث وما بتناس قاع هلاش أختيت حيدي بتناس؟ خلي بتناس ونسيب الفراش ديالك ويجي اوهي ناس بفراش دياله وإذا كتب الله شي حاجة تمارا مجوجين وقوب الحلال هلاش نحشموه؟ هذه حقوق تسألونا عنها أمام الله تبارك وتعالى وإذا كنت تدر معاك تقولك لا رأى ومقشي شفية رأى ومقشي إعطاني الحقوق ديالي رأى ومقشي الدافية والله يهديك الشريفة واتزيني ليه وكذا وشحلتها فاضل عمر عظم نود ندين ليه ونود ندين ليه ونود قاد ليه هذه أهل عفريتا وإن شتامات غدا في الصباح تدري عمليات جميل وتقلبي على واحد عدو ثلاثة لعام تصح بي معاه ايوهي هاتشي كاين الشريفة الله يهديك تزيني الرجل ديالي خد تكون عندك ستين عام تود ديالو تزيني له ودكو براجد أولادك تجوجه قولهم ما تقلبي على خيات أزلاته عندي نهار واحد في الأسبوع عاجي ونقلسه خلوني نعيش هنا وراجلي شوية كما كيدروا الأوروبيين وانتشف الدين ديالنا انشف الدين ديالنا يسلم عنده ستين سنة وكان يقتسل مع عائشة من إناء واحد وكان باقي مجهوش أم سوداء كان باقي مجهوش سوداء عنده ستين سنة لا تقول لي ولا يجوز وحشومة وعيب شريفة شريفة تشبع صالحة تقال طعامكم مالح الرجل شباع لا تبقى بغيني الله يهديك لا تشبع صالحة تقال طعامكم مالح الله يهديك أولا من الأسباب المرأة تولد تقول لي مهتم معي بالدراري وكانت تنسى الرجل كانت تنسى الرجل الرجل لا تشعر بالدراري وكانت تقالب عليه فلاصة أخرى وماله هو الفقاية لا سباة لا ليس هو لا سباة كانت تسمى بالراجل وكانت تسمى بولادك والوقت الذي تشعر عندك وكانت تدريه مع أخوتك وهو كأنه لا شيء وتقول لي الرجل يوقع في الغلط مميانة تنسى الرجل وكانت تذكيره وكانت تقول لي مهتم في الهبيلة يتحزمي وكانت تنسى الرجل وكانت توقفين منه وكانت تقول وكانت تطاع وكان فماذا ما تخافته وتحرمها 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 دهرها انا والله ما انا عاود رجال لها الدهر وهذا اللي تقول هذا هو دهرها بشواف العائلة هاي تتحك معها التمرض هاي تتجري وليش هذا كله الجهل هذا كله الجهل وخشيان الراس في الأفلام المثلثالات هذا كله هاكا هذه الأفلام المثلثالاتي لابوك العقل لا واعي ما قد تلقى راسك انتك تتفاجأ فراسك واش الرجل يضير في تمارة يتلوف المشاكين يتلوف صداع الراس في الخدمات في الزنقاء الله يحصل له العوان يتجري ويجرسه وبقي تفرجع لست تجريد دار بك الدياج فيه اه شريفة اعطي الراجل القيمة اعطيه وقت اراق الرابي يقطع الفيزة الشريفة اراق الرابي يزيد ويخليك انا عندي وعندي وراجلك اهم شيء عندك انضمن وقت ديالك مضي ايش على وقت الديالك فالقلق الى يالس مضي انا وقتهم في الخوي مع ها التلفونات نار مطل يشد الحديث معاكوها في الخوي لنativoك خاسن خاسن خاتم خوشا في حالات العيال ملعتما انها خائهمة مروحيًا الأخصار كيف وحار운� الإفتقاد أعود النوكات، أعود أصدقائك لكي تكونوا عارفين الشيئات وليس توقعوا فيه أعود الله يحليكم، دلوا على الخير كفائلي لأنني أهدي الله بك رجل الخير ولكن ما طلعت عليه الشمس أعود أخواتكم، أعود أولاد خالتكم، أعود أولاد خالتكم، أعود أمم المتحدة لكي يرون هذا النقص معهم خيانة المرأة، خيانة الزوجية في الإسلام يعني، عفوا، عفوا، السؤال الأسلم يصبح الرجل يخونه المرأة ديالي أليل لا، أمانة الدية اللي كانت تباني على ذلك الرجل غير النهار اللي كانت تبشي إلى داركم وأعتقد أنها أستهزأ بي، خلت أعوده معه، كذا تكونasyده كذا فيها المصدر الجسد تبشي إلى دارهم تبشي إلى دارهم، تبعينهم بالتأكيد، وبعد أمان تبطي قصيرا، وتكرار الماء ويحلل الماء ويكم ferdu هياً إست thankedاسَ كثيراً كثيراً صحيحاً إنها تمح Louise عندما تhtford their eyes they'll level her and sweep their heart your heart their Feuer yes, their brain they're telling you what's happening they do pushing their leg وعاد بغيين الرشنة مراني الحاكم في الدار راك ظالم وخام يقول لك داركم وخام يقول لك هي ربي سيأخذه بحقها ويكون هاني وعجي شي واحد وعطيك شي قتلات وعطيك شي قتلات العصاء قدامها أذكرها حق ربي الحنوة تعالى حق ذلك ربي تلقى أي جانسة خايفة حال واحد كأن قتلات العصاء وعطيك قتلات العصاء وقال لها وقال له هل أنا أختي قال لي لم تتلقى شي مني قال لي لها درعب أي جلال وقال لها دعوة جانسة خرجت فيها وقال له يا ذيبك تقول له قلت لها نجيب لك خونة اي ايا مراكش نحن قتلات العصاء في مراكش اتكر لي أعطيك خلف في مراكش الناريكي قطبت وقال له افعل الله يردع لي ايضا أن تسمع تسمع شراج لها لا تسمع لي من كنت يتشكى لها يقول لها شوفي وانا والله الذي لربتي وانا شحال مختار الراجل ده برمرة كنت ترفع قلها هي عيانة سخفانة خسادثوش خسادثوش وما قادر ايش تتعذر معايا كنت تقول لها ما يجبتش مهاشي هادراء عطا كبير يقول يلا نطلعوا للبيت اتنا نتعذر معاكم بلا معقول اذا كنت لا نطور معايا يقول يلا نطلعوا للبيت وغير قانا يليحتي خانزة والله ما قبل ايش وهذه وهذه يقول لي كنتم الشيطات معايا في البلازة وهو ما فاهم شو تلك القلبة اللي قلبتوا ايايا وهو لقب الشيء يأخذها هذي منقاش تحمليني منقاش عندي محنقاش عندام معاي او انا بغير الفضفض عليها دعليه هادر معاك خليه فضفض عليك وما فيها بس تقول لها عرقانة ولا رانا كذا وراختي ندوش هاي لها تطور العلاقة وتطور نقاش يلا نطلعوا للبيت ووصل الى البيت نقاش تقول لي ما فيها بس تقولوا رأنا عرقها شوية وكذا 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 خلي مرة أخرى ولا خليني تندوش ولا خليني كذا رأيها بالحيوار كي تحلو المشاكين أنا كن هدر مع الأزواج واللي ما عدتوا ما هدرتي مع السلامة أنا ماشي غير سنشرح البيقون إياه إذن فلجأ الراجل بدأت يهدر معاك وتكلم معاك وهذي نقش مطوء موضوع يقول كراني يوما عندي مشاكين في الخدمة وكذا 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 يقوم بقناة بالهدرات وكذا لك ما هو خاصني والناس المخصر والقرع في مشاكين ما تنمي بزوجك وكذا يقول لك ما رأيك لا ما نقول هل أنها مهارة ما رأيك عامل ستتطلقها وتعرفون ؟ وبعضبون لهم ولا يتم�اه وتعرفون تتقادب نحسك اخويا بلاش شوف نعسى اخويا من واعدة خرج مشيل الخدمة وشي بغي ياخذ غير رأي ذلك في اللبسة ديالو انتية معقدة انتية هكا انتيني معقودة شي مية عقدة محوري يرا ما كنشوفش تعليقات خليه نكمل و انا معاكم اذا ايضا المرأة ايضا من الاسمال يكتخلي الراجل يخون مرأته ما كنت تهتمش به شلو هو الهتمة اذا جابشي حاجة ما كنت تعطيهش قيمة ما كنت تعطيهش قيمة ما تقوله انت يا عمار ستار وتعيش وتجيب لينا او الاختك علينا فهذا يدخل جاي باديك شي اه سي سي راخدك في الكوزينة اه جي تي اوه مرحبا اه راخدك في الكوزينة وهو غادي يتخده و طالع له الدم كتصفت لو كود صفت لو كود سكود كتصفت لو يتخده به اذا تقوله ايه نزدت لامة وشانه نديش قطع مرخي زران اضعك الشي ديال السمومات لا تخطيه حالك لا تخطيه حالك لا تخطيه سباب لا تضحك مع رجلها رجلها ستخدمه لا تخطيه بثاب وتوصله للباب تقوله بسلامه و اناره يجي تجريه و تحليه الباب تقوله على سلامة كاسيدي لا تشدك شي احنا العيالات كانوا يعيطه الراجل و الراجل كانت يعيط المراته الا لا انا قلت لكم كانوا يريد يرخم كانت يقول عائشة يا عائش يتحدث معها و انات المغاربة كانوا يسمون السعادية بثاب يقولها يلي سعدي بك سعاد في غيابك ساير سعاد سعدتي بك سعاد و السعاد سعود كالسعادية جميل الفرع كاملة هؤلاء المغاربة الحرام كيف كانوا يتكلمون مع عيالاته قول ما يدخلت تحاميات بيناتنا هؤلاء المغاربة هؤلاء المغاربة تدير جو ذوين في البيت ديالها و تضفي الجو ديال الجمال واه و انا اختي لا قادراش و لا قادراش نقول له اختي كتبي كتبي ما فيها بس كتبي عليه و انا قد عرفت كتبي على العيالات و صحاباتك شرارية خاتم 80 ريال وهو مع عمرت اسمدرات الميكا مشراء و انا قد عرفتك 160 ريال و انت كريها عندك الحاجة امينة 80 درهم انا اختيت بيع لي و اختيت بيع لي و اختيت بيع لي لا يحل الكذب الا في ثلاث الرجل يحدث الرجل مرأته ليرضيها و كذلك المرأة تحدث رجلها ليرضيها هدري معه و ضحكي معه و قال الله قولي كتبي عرفتك تحفظ عن قايم كتبي عرفتك اسمح لي اذا ضروري تشاركي البحكاء والبتسامة و تعطي الرجل واحد القيمة موضافة و تعطيه واحدة معنوية كبيرة في الصباح و من يرجع هذا الشيء يخفف عليه كلمة زوينة تخفف عليه اذا هذه الأسباب التي تجعل الرجل يخون مرأته وتكلمنا على الأسباب التي تجعل المرأة تخون الزوجة أجي انت ورد الحرام لذي تقوم بذل خيانة من فعيلك ورد الحرام من فعيلك هذا فعيلي ورد الحرام لذي تقوم بذل خيانة ما عرش بأن الله تبارك وتعالى أعدلك عذابا عظيمة و انت يالك تخون الزوجة و انت يالك تخون الزوجة ما عرش بأن الله تزوج الأعدلك عذابا عظيمة انت من الزونات المحصنين كو كان الإسلام قدام ترجم حتى تموت وتنتيك ذلك رأيت المنافق قتالات إذا أعطوا من أخان الرجل أساء منك للعرض و انت تخونيه على أسباب تافيها تقدري تتجاوزها رأي يجوز لك أن تطلبي تطلق و لا تخونيش تطلبي تطلق كما دارت تلك السحابية قتلوا يا رسول الله لا بغضوا فيه شيئا فعل فضل رسول الله تطلبي تطلق و لا تخوني زوج ديارك تطلقي يام القيامة المساء السلامة قال ايو الدنبي أعظم عند الله قال ان تجعل لله ندن وهو خلقك قال قلت ان ذلك العظيم يا رسول الله ثم قال و ان تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم ايو ما اخر يا رسول الله قال ان تزاني حليلة الجارك يعني تزني بواحد تتعرفوا تتعرفون و لا تعرفوا مهم تكون مرمجوجة والحديث الذي اخرجه مسلم امسخوت الوالدين لك تزني قلب الله يسلم حرمة النساء نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم و ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه إلا وقف له يوم القيامة فيأخذوا من عمله ما شاء فما ظنكم سيقول الله الزوجك يزني بمرض الراجل هذا يزني بمرض الراجل ولا هذه الخوطة التي تزني مع الراجل و عارفها مجوج سيقول الله الزوجك يجيب ربي الراجل هذا القياس هذا صحيح أصحى بعض العلماء بعضهم قال لا يلزم لكن القياس صحيح لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام أنت يا ابنت الحرم الفعائي لأنني لا تزوجه و يزني معه و أنت عارفها مجوج و تزني معه و لا تزني بمرض الراجل يجيبك الله الزوجك يوم القيامة و يجيب الله تبارك وتعالى هذا الراجل رجلها و يقول لله الزوجة هذا يزني لك بمرضك يقول له ربي خذ من حسناتي حتى ترضى و يقول له المسعة لما ترون صاحبك تاريك له شيء يجيب ربي يقول له خذ الحسنات دياله كاملين و يجيب لك أنت ربي يقول لها هذه رأيات الناس مع الراجل لديك أنت و أنت ما تخبارك خذ من الحسنات دياله تترضعك يواصل لي أنت و صومي أنت و حجي أنت و دير أنت و صير صوم و حجي أنت و خاف الله و صوم و قوم و كذا يجي أخذ لك الحسنات ديالك كاملين ماذا تبارك المهمات تبشي عندها أنا لم أكتش عارفها مجوجة لا أكتش عارفها مجوجة لا لباين مجوج П przeciامدن شريطة ألا تأعود لا تقول لي أنتبت الله سمح لي أردنيتك مع رجل ولا نقول له سمح لي أردنيتك مع مراتك في القانون الفرنسي راه الراجل يلقى مراته فالفراشه يقتلها ولم يأخذ المؤبات يتخفف عليه سلسل تسنين قانون الفرنسي نحن الإسلام الموت لأن هذه أعراض تبط في الراجل وتبط في المرأة وهذه رسالة للرجال لما يتسوقون لعيالاتهم هذا مشكل لدينا كانت لقى الراجل تأخونه مراته وتقول أنها أخونا وما تأخونه ما يترتبوا على هذا الحكم أنه مرأة لم يتتخانة الراجل وحملت منه وحملت من ذلك الزاني تقدر تدخل فراشه ودخل ثميته الراجل ماشي من الصوب دياله وهذه كارثة عظمى الراجل لا ولكنهم يشتركين في الإفساد لأن هذه المتأيقة تفسد مع رجل المزوجين هذا يشجع أيضا النساء أنهم يذنوا مع رجل المزوجين رهياء هذا رهياء هذا هذا يشجع هذا لذلك أحرم ربي الخبائث كيف تتوقع الله رجعها لذلك تقولوا ليس هناك ضيقة لنا لذلك نزل علي البلاءات كلما لا يسترن أمر ما هو السبب هذا يلذن يتوقع الله و distبق إلى الله وذلك لذلك كان هناك حديث الزواج اللي قد يلقي في قلبها مسامحاتك يوم القيامة وقد ربيه يجازيها ويكافئها بما ترضى به ويعفر لك هذا الدنب لذا كثير من الدعاء لك الرجل الذي يخمته في مراسله وبعد من هذا الفعل هذا وانت كذلك مسخوطة الزريعة والشوارع والزناق يتقلبون رجال المجوجين أما الشباب الذين يأتي ويبدأوا حاجاتهم جديدة ما يدوا فيه يقول له إنساء ويقول له إنساء لما تعيط عليها الله السلامة والعافية هذا من الأشياء فراج الرجال الأكثرية يمشي إذنين لما يتقلون لها مدير تبراصها إذا كنت تظلم لك تظلمها ربي سبحانه وتعالى سيعققني قبل الأخيرة لأن الله عز وجلنا المساعة لما قال اتقوا الله في النساء فإنهم عوانون عندكم والنساء وكالقوارير وإن كثرة القارورات إذا كثرت القارورات الزجاج ما تقدرش تجمعاتك قديمة مجروحة ألجت جرحها أخويا ومغيت ربي سهل عليكم ومتع تربيلك أولادك اتقوا الله تبارك وتعالى أقولوا قولي هذا استغفروا الله لي ولكم واستغفروا يفوز المستغفرين أنت أتمنى لكون حاولت يعني نلملم هذا الموضوع هذا الله يبقى يبقى هنايا باش نشره مع أصدقائكم نشوف إذا كانوا شيء أسئلة على السريع جزاكم الله خير ونعتدروا على الإطالة عبد الله أبو حدو ما عملت في هذا المشاركة إذا لم تقدرش أليها ما عملت في هذا المشاركة إذا لم تدخل في هذا الموضوع نحن لدينا علاقة بي والحور والنيكاعدة لا يكون بديدك لهذا المشارك هذه أمور غيبية عقلك وخية لا يتعسر لا يوصل لها و لا يفكر فيها و لا يسمعها في الدين لا يتوصل لها إذا الأمور الغيبية لا تدخلوا عقلكم في عركة بينهم وفي حال مكان الخين حيث أنتم أصلا لعب عليكم الشيطان هذه واحدة ثاني حاجة عقلية رجعية متخلفة تقتصر على إنتاج العقلية ما هي الضغمية في التشكير؟ ما هي التي يقرأ طيب التخليل؟ سينا بدي تقرأ شوية سير سير تقرأ شوية جيت نقش معنا رقم وصف موجود في الصحة الله يهدي هؤلاء راشيد نيقرا كان الشباب من الشيخ راشيد نافع والشيخ راشيد نافع هو السبب في التزام ديالي سنة الفين وجوش كنت ميتر ناجر مشيت نصلي ما بياما عليها بل هي شيء ندرسة يا بني عجبتني نظراتية لقصة نعتبيها ونلتزم كملت ميتر ناجر واحد الشهير وعدها اللايف تنديرو دائما ما بين المغرب والعشاء اللايف الجاي سنتكلم على حقوق الزوجة حق الزوجة على الزوج سنقوم بعمل غداء سنقوم بعمل غداء سنقوم بعمل غداء نهار ونهارات التحيطة الكورونا واللايف الجاي سنقوم بعمل حق الزوجة على زوجته وانا كان عارف بعدها إنسان إلا كان لم يكن بقتنش بشي إنسان لا يدخلش عنده صاحبية لا يقلب عندما تدخل لا يدخل ترميجوا كلمات لا يدخل رجولة هذه لا يدخل رجولة أتناقشوا معك رات تليفون ديالي أتناقشوا هنا وإياك مرحبا مرحبا أي عقيدة تحملات تصلبية تنقش معك ولا تنظر معك لا أقيد المناظرات مع الملاحيذة وحتى مع غير الملاحيذة من الذين يخالفونها في المنهج على المباشير لا أقيدها أبدا وهذا رأي كلمت صاحب أتتكلم على الزوج من الأول تتكلم على السباب مشاركة اصبح المرأة هي المسئولة للحفاظ على الرعيين في البيت هي المسئولة للحفاظ على الراجل الذي يقال رابح من المرأة شيء يبلغيها لم نستطع لأن المرأة دائماً تتعرض لخيانة من ثم من خلال من خلال الحمد لله من ثم تدخل رجلها قليل ولكن كثير مقارنة باب المقارنة لكن الكثير هو الراجل الذي يخون الزوجة ذلك نحن يزور على المرأ و نصحه المرأة رقم هذا المحمول سهل 0466060606060 وإذا زنات مع زوجة الرجل هذا بدأ دري زنات مع زوجة الرجل يتوب إلى الله الزوجة ويحياته كلها بقيدة إلى هذا الزوج الذي يخون الزوجة حيث أن الأمر صعيب يتعلق بالمشيئة يأتي بأعمالي الكامل ويأتي ربي سبحانه وتعليه تتشبع لعل الله يبدل حسناتك سيئة مرحبا سي ساعد أول مرة تشارك معنا في اللايث مرحبا لماذا لا تتكلم بالرغة الراقية عندما تتكلم تباديك اللغة التي تتكلم عنها لغة الراقية أغلب الناس لا تتكلم وهذا الكلام في حواديك أخيهاني أنني أتكلم بلغة ساقطة وكلام هذا الذي تكتصدره لا يجوز لك أن تتهمنا بهذا الكلام نحن نتكلم بلغة دريجة أنا كنت تتكلم مع شريحة أما الذي أريد اللغة الراقية أنه رقي لا يجوز لغة الراقية لا يجوز لغة الراقية أو يتبع يجوز برامج في قناة الرسالة وقناة الإقراء وقناة الماجد وقناة الدد لدي برامج في قناة كبيرة في العالم الإسلامي وكنت تتكلم بلغة الراقية ربما تعجبك ولكلي مقامين مقام الله يحفظك أخيه راشيد رقم الهاتف رأيت حمزة برقوش المخلص الله يحمدكم الله ينجيكم أو هكذا نريد كما لا نريد نريد أن نصف لا نبتعد لا نبتعد عن لغة الشارع ولا نقول إلا حقا بحمد الله تبارك وتعالى أما التوصيف هذا التوصيف بعض الدواهر كما وصفها الله تبارك وتعالى زوجة الوصفة قوما لوط ووصف قوما نوح بأبشعي ما كانوا يفعلون وهذا لا يضر إذا كنت تصف الأمر حتى تحكمه عليه الحكومة الشيخة عن صوره كما تقول العقاعد الأصولية لا ما تخلينا نخرج لأصول الدعوة منهج الدعوة وهذا خلينا هذا الشيء الشيخ تقي الدين الهلالي الشيخ وشيخينة رشيد نافع الشيخ وشيخينة ذي العبدين البرافريش وشيخ وشيخينة الشيخ الدرعاوي رحمه الله وهذا كلهم مشايخونة الحمد لله شكرا الله بسيط البساطة مطلوبة أخي بساطة مطلوبة ما يجيزك بخير لما نحتاج إلى ملاحظة لاحظك محمد لأمين السباعي أو السباعي كما يوقع هذا بعد أخيها نقوله السباعي أو السباعي سباعي سباعي إذا قتلت له السباعي سأقول لك أخويا من السباع سنضحك معك أخويا أحبك الله وخصي الله هو أخويا أخويا هذا بعد دك شوف الآن نقول لكم الحدود اتركوها إذا وقعت الحدود حتى يكونوا في حد الوساط يناقشوا إمكانية تطبيق حدود الشريعة وعاد نقشوها ما كيناش الآن لش نهضرو فيها لأننا نؤمنوا بها ولكن باش نقعوا نهضرو فيها ونتكلموا فيها ونفتنوا الناس بها ونتنقشوا بها ونتنظرو فيها أنا شخصيا مع احترامي لغيري من تكلم فيها لا أرى أولوية الكلام في الحدود الآن نتكلموا مع الشيحة الآن ونختلفوا معه تكلموا معه في المنهش في الأوصول في العقيدة في الوجوديات في الإلهيات ممكن الأمور اللي هاتمر عملية وقنت نقش نويك على حد الحراب وما كنت نتشي دولة تطبقوا أمينوا به هذا هذه عقيدتي ولا أكفروا به اللي بغيرت نقش به باش نقناعك وانتنقش به واخليتن بغيرتن نطبقه هذا رأيي هذا رأيي وهذا منهج آخر من منهج الدعواء مهم تكلموا فيه العلماء بلما نضروا فيه شي دي دي كاس خي كريم كريم دي دي كاس لجميع المتابعين الغدلانديان وقبل ما تخرجوا الله يرضي عليكم ديروا لايك للصحة وديروا متابعة ومتاك شي تكتب تبريك علىها وتابع تبريك الشو ثورست أو شاهد أولا شاهد أولا باش تبقى أي حاجة حطنا تطلع لك انت اللون الأخير السحيات 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 الوصف الله يهديه ويتوب عليه لا ندعيوش عليه يقولون الله يهديك ويتوب عليك الله مهدي ده سنة وقتية بيه كيفما قرصها تلمى الملاحية لا تدعيوش عليهم ودعيو معهم وسألوا الله لهم الهداية حيث ينغلي عنده إلحاة ينزوها عبيرة غير كان غادي وطعفوا هذا الحفراء خصو ليز زمن نصافي ما تتعندوش ماذا ستسافد لسبيتي ستنتصر لدينك لا تسبيه وقال ابو بكر وقال عمر وقال ابو بكر وقال عمر وقال عندما كان يتكلم كان ترد عليه الملائكة عندما رددت عليه انصرفت الملائكة وانا لا احلوه في مجلسين فيه الشيطان او كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنويش عليهم الله يتوب عليهم الله يهدي بهم انا اعملكم مصابقة تحرك القضية قليلا قضية ناسا مصابقة خصوصة عبيئاته الله يحفظكم من اجيكم الله يحفظكم من اجيكم يبارك فيكم هذا الفارتاج مع الاخوان لا يستطيع أن نكترنا هذا الفارت لكي يبقى الحلاوة وتشتاقونا مرة اخرى وانتكلموا على حقوق الزوجة لا يتقلقوش عين العيالات وما قلنا الا حقا ان شاء الله سوف نتكلموا بعد غدا على حقوق الزوجة حقوق الزوجة التي تعطيهم لها اسي الشريف اسي الزوج يلا حياكم الله وبرك الله فيكم لا تنسوش ديروا جيم للصفحة وديروا متابعة وديروا شاهد اولا الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم اقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين اشتركوا في القناة